مساء الخير عاملين ايه؟ فيديو عن توقع برج الحمل 3 اسبوع من شهر سبتمبر 2022 انا هتكلم عن الجانب المهني والجانب العاطفي بخصوص العزاب والمرتبطين ومتزوجين وكمان الجانب المالي والجانب العائلي يلا بينا نبدأ وهبدأ بالجانب المهني الجانب المهني المفروض ان فيه اخطاء كانت في الماضي لمواليد برج الحمل والاخطاء دي هتتصلح في الاسبوع 3 من شهر سبتمبر او بمعنى صح التفكير هيتغير او هيكون فيه طريق التفكير جديدة وانا شايف ان دي خطوة مهمة وكويسة جدا وكلام عملي بعيد عن التوقعات كلام عملي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كنت قلت مرة في الكتب المالي يعني وخصوص المالي واسرار عقل المليونير انه بيقولك ان انت لما تكون تفكيرك القديم مخليك ما بتتقدمش وانت مصر تكمل بتفكيرك القديم طبق انت غلطان ففعلا لو انت فكرت اني اني تغير فكرك علشان فكرك القديم ما خلكش تحل ولا تربط في الشغل بقى في السلوك الحياة في ايا كان والكلام طبعا ليك وليك يعني دعام غير فكرك حاول تغيره عايز اقول تاني يا جماعة لازم تنمي نفسك وخصوصا الناس العمليين انت محتاج تنمي نفسك هتنمي نفسك ازاي؟ هتنمي نفسك بحاجتين الخبرة والقراية اقرأ كتير في المجال اللي انت بتحبه وخبرة مع التعامل في الشغل هي دي بتيجي الخبرة وزناءات الشغل وحل المشاكل والاحتكاك في الشغل كتير هو ده من هنا بتيجي الخبرة فيعني حبيت برضه انصحكم انت اخواتي ويا ربي يا ربي وفق الجميع وكمان يديكم الحكمة نخش بقى على الجانب العاطفي عذاب مواليد برج الحمل هيكون في فرص ارتباط ولكن في حاجة مطلوبة من المواليد او نصيحة لمواليد برج الحمل ان هم يظهروا حبهم ويظهروا ولاهم يعني ما تحاولوش لما يجيلكوا حد خصوصا البنات وانت شايفان ان هو كويس او مشدودة ليه تداري ده طب ليه؟ انت خلينا واضحين من اولها عشان نمشي صح خلينا ماشيين كده تمام عشان الدنيا تمشي صح يمكن الشخصية دي الكويسة والتمام اللي جايلي دغري انا كمان اجيله دغري ولا ايه؟ الحياة جماعة لما بتبدأ بالوضوح الوضوح ده احسن حاجة انا عن نفسي بحبه بواضح في كل حاجة في شغلي واضح ما حدش يفتش ورايا لانه اللي هيفتش ورايا هلايني هو اللي انا كشفولك فانت مش محتاج الوضوح بيريح وبيطمن بشكل كبير حتى اقرب الناس ليه لما بنصحهم اقوله في شغله مثلا خليك واضح خليك واضح هي دي فعلا الوضوح في كل حاجة بقى مش في الشغل بس في الارتباط الوضوح مريح وعلى فكرة بيخليك في امان ليه؟ انا كتاب مفتوح اللي هيدور ورايا يدور ما انت عارف كل حاجة فما بقولكش عن خصوصيات مثلا ما بقولكش الوضوح ان انت ترح تقول رصيدك في البنك مثلا ولا فيستك الرقم السري ولكن بكلمك في الوضوح اطباع والحاجات اللي انا لازم الطبيعي ان ابقى واضح فيها مش هخبيها فدي حاجات مهمة لازم نتعلم الوضوح اكيد انتو فهمتوا ايه الحاجات اللي تلطح وايه الحاجات الخصوصية الوضوح مطلوب بشكل كبير وهيخليكو في امان وكمان انتو محتاجين غير ان انتو تظهروا حبوكو ولاكو محتاجين ده خصوصا الولاد تبين مصدقيتك مصدقيتك لالارتباط الجد ده من الاخر اي بنت عايز اقول برضو الولاد لما بتلاقيك داخل ارتباط جد وداخل عالبيت يعني داخل كده تخبط عالبيت هي بتطمن متفقين؟ طول ما انت مجدش جنب الاهل البيت هي مش بتطمنة حتى لو بتحبك هي برضو من جوا انا واصل اي بنت هتفضل قلقانة ليه؟ لان هي عايزة تستكر عايزة تحس ان هي ماشية صح والصح ايه؟ ان اهل البيت يعرف فطبيعي جداً طبيعي جداً لو انت داخل على ارتباط بمصدقية انها تقول لها انا عايزة قابل حد من البيت مفيش ايه ظروف او ممكن تأجلها ولكن ده رأيي الشخصي لازم تنجز في الموضوع ده لو انت شاري الانسانة دي ده رأيي الشخصي وده الصح ودي الاصول كمان والاصول ما تزعلش خش بقى انا رغيت كتير بس انتوا عارفين انا بحب انصحكوا بضمير ويا رب يبعت لكل ولد وبنت الشخصية المناسبة دي اهم حاجة المتزوجين بقى والمرتبطين قريت للمتزوجين والمرتبطين اسبوع مستقر جداً اسبوع التالت من شهر سبتمبر وكمان تسير الامور بسلاسة واخدين بالكم سلاسة دي بلاش نكش خصوصاً الزوجات بلاش والبنات بلاش نكش ورجالة طبعاً برضو بلاش نكش بس عشان هما برضو احام بيجي لهم كده بطلعوا بحاجات بينكشوا فبلاش نكش يا جماعة خلي الامور ماشية مستقرة ونحمد ربنا انها ماشية مستقرة وبلاش نكش الحاجات اللي ينفع عما نتكلمش فيها وما ننكش فيها خليها ماشية كده الدنيا هادية خلينا استقرار شوي ويا رب يهدي سير كل بيت ويكمل المرتبطين على خير خش بقى على الجانب المالي الجانب المالي اتكلم الاول عن مشاريعه للمستثمرين هو اسبوع مناسب جداً للمستثمرين والمشاريع خصوصاً ودي حاجة مكتوبة فانا بقولها بمنطقة الوضوح المشاريع الغذائية يعني ما عرفش هو ايش معنى محدد في دي يعني بس هو يعني المفروض ان هو اسبوع مسمر وكمان مناسب للاستثمار وخصوصاً المشاريع الغذائية فاااا يعني انا بشوف ان المشروع خبرة لو الشخص اللي بيدير المشروع او صاحب المشروع عنده قدرة كويسة وعنده خبرة كويسة بالمشروع هو اللي بيعرف يوصله لبرا الامان فاااا ربنا يرزق الجميع اما بقى الموليد برج الحمل بصفة عامة اشخاص هو اسبوع مستقر مالياً ولكن مكتوب تجنبوا العزومات تجنبوا العزومات انا عايز اقول حاجة لو انت ظروفك ما تسمحش او اللي معاك عالقد بوكت ماني يعني عالقد الفلوس اللي موجودة في الجيب عشان بس فيه ناس بتفتكنا ما نكلم بالانجليش بقى تناكة لا الفلوس اللي موجودة في الجيب في الكيس ده عالقد خلاص خليهم معايا عشان يمشوني اخر الشهر انا فيش داعي ولا اعزم ولا تعزم ده ان انت لو تعزم طبيعا ان انت تعزم فيعني انت هتلاقي نفسك عايز تعزم ده طبيعي حتى لو اللي قدامك مش مستني ده وشبعين فانت طبيعا ان انت عايز تعزم ده الصح يعني فانت لو وانت الفلوس اللي موجودة عالقد خلاص ما فيش مشكلة لما نعدي العزومات الاسبوع ده والشهر سبتمبر كله ما فيش مشكلة على فكرة خالص ويا رب يرزق الجميع ويديكو كمان الحكمة في الادارة المالية يعني يلا بينا نخش على عائلي جانب العائلي اسبوع فيه تجمعات عائلية وكمان مبهجة جدا ده غير ان فيه اشخاص هتحضر يعني في التجمعات دي هكون سبب في بهجة كبيرة للعائلة يعني انت عارفين فيش اشخاص كده فرايحي دايما افشات وصوتهم عالي في العائلة وضحك وكده اشخاص دي بتبقى حلوة وفعلا بتقريد عمل جو جميل في العائلة ويعني بيكون وقت سعيد واتمنى ده ويا رب دايما كل عائلة مش برج الحمل بس كل عائلة في الدنيا تتجمع على فرح وسعادة وضحكتها تملى البيوت يعني ودي كانت تواقعات برج الحمل لتالت اسبوع من شهر ستمبر الفيتين عشرين لو عجبك الفيديو عجبك بتنسوش دعموني بلايك ولو مش مشترك او مشتركة يريد تشتركوا عشان نشوفوا كل جديد من فيديوهات النوع على فكرة لو انت او انت اول مرة تشوفوني انا كمان بعمل فيديوهات احيانا معلومات عم هتلاقوني سايبلوكو لينك الفيديوهات في الوصف في الديسكريبشن تحت اتمنى ان الفيديوهات تعجبكم شكرا اوليكم مع السلامة